ونقول وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الاحتواء تدعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف طبعا تدعياتها على المواطنين وجه أيضا السيد رئيس خلال اجتماع عقده مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بمواصلة العمل على تعزيز النمو والمستدام وهذا لكل النتائج وأيضا تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الاحياذ التنافسي اللي بتتفهم الدولة والتحرص أيضا على تذليل كل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة الاجتماع زي ما حضرتكم بتشاهدوا على الشاشة تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي فضوء التحديات غير المسبوقة التي تكتفت خلال العالمين الماضيين وتسببت أيضا في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتباطئ معدلات النمو على المستوى الدولي والمستوى الدولي كله بيعاني من هذه الأشياء مما فرض أيضا على العالم كله ضغوطا استثنائيا على معظم دول العالم متابعنا وبنتابع مزال هذه التدعيات على كل الأزمة العالمية شهد أيضا الاجتماع عرض مؤشرات فيها مجمل أداء الاقتصاد المصري حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 وتوقع تحقق نموه بنهاية العام المالي الجاري نسبة تصل إلى 4.2% بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل كما تم أيضا عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وأيضا تم مناقشة هذا أيضا في مواجهة التحديات والصعوبات الرهنة طبعا الصعوبات كثيرة جدا زي ما أنتم شايفين مش بس إحنا العالم كله الحقيقة يعني حتى لو تدير مؤشر الأخبار أنت على يعني كل دول العالم هتلاقي يمكن الخبر الأول والتاني والتالت كله عن الأزمات الاقتصادية والتعامل إزاي الدول معها وأيضا إزاي الدول بتحاول أنها تحتوي الأزمات مع المواطنين علشان الجميع يعدي من هذه الأزمات